وهنا السؤال الأهم لماذا لم يقتل التلاميذ الأعداء؟ إذا أنت بتدعي أن المسيح حرض التلاميذ على قتل الأعداء فالسؤال هل التلاميذ يعني عندهم كرامة واحترام للنفس ومحبة للناس أكثر من يسوع المسيح أم تمثل التلاميذ بكمال قائدهم؟ وهل حقا استخدم التلاميذ السيف؟ عزيزي أول 200 سنة 3 ملايين شخص استشهد ليسوع المسيح ولم يستخدموا العنف ما استخدموا العنف في نشر الرسالة هؤلاء أحباء التلاميذ لم يطمعوا بالأرض لم يطمعوا بالنساء لم يطمعوا بالخيل لم يطمعوا بالسبايا لم يطمعوا بالمال أو بالغنى بل على النقيد بالعكس باعوا كل شيء ليربحوا المسيح والأغلبية الصاحقة قتلوا من أجل المسيح لقد تمثلوا بقائدهم الكامل وهذا الشيء مهم جدا انه كل واحد يتمثل بقائده فالسؤال هل قتل المسيح هل لعن المسيح هل زنى المسيح هل اغتصب المسيح هل اشتهى مقتنى غيره خليك منصف خليك عادل هذا لا يفيدك بأي شيء مجرد الهجوم عم بتقود نفسك للجحيم بنفسك يعني أن تذهب إلى الجحيم انتبه انتبه من هؤلاء المضللين اللي بيحاولوا ياخدوك أو يبعتوك على جهنم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة